وينضم إلينا من خرطوم الكاتب الصحفية أحمد عبدالغاني سيد أحمد حزب المؤتمر أصدر بياناً قال فيه أنه يرفض قرار حله بل قال أنه يرى أن السلطات الحالية هي سلطات غير شرعية إلى أي مدى يملك حزب المؤتمر رفاهية أو إمكانية أن يدافع عن نفسه؟ شكراً جزيلاً لكم حزب المؤتمر الوطني البائد الذي يتحدث حالياً بأن هذا القرار هو قرار غير مقبول هذه الوصفة في تقديري هو محاولة من حزب المؤتمر الوطني ليقاف مثل هذه القوانين التي ستجرى ضدها في محاولة من المؤتمر الوطني لتعطيل هذا القانون لكن هذا الحديث لا جدوى له في ظل هذه الحكومة التي جاءت بإرادة الشعب السوداني الذي خرج ضد النظام البائد وضد النظام المخلوع عمر البشير فهذه الخطوة في تقديري هي الآن تنضي وفقاً لمطلوبات الثورة السودانية لإكمال هذه المسيرة لذلك هذه الأحاديث التي تتحدث بأن هذه الحكومة غير الشرعية هذه أحاديث لا جدوى لها في مثل هذا التوقيت الآن الحكومة الانتقالية هي جاءت بإرادة الشعبية وهي الآن تقوم بمكافحة رموز النظام البائد من مفاصل الدولة هذه الرموز التي كانت تتربع على عرش النظام طيلة الثلاثين عام الماضية وهي سعت للتمكين في كفة مفاصل الدولة فالآن الثورة تطالب بمحاربة عملية التمكين من مفاصل الدولة وإعادة الدولة إلى الإطار الشرعي سيد أحمد إذا ما أصر حزب المؤتمر على موقفه إذا ما رفض قرار حله إذا ما رفض أن يقوم بتسليم مقاره هل من الممكن أن يدعو أنصاره؟ لا أدري ما هي حقيقة أنصاره في السودان حاليا يعني عملية حل حزب المؤتمر الوطني هي بدعت بالفعل منذ خروج الثورة في الثالث عشر من ديسمبر بأول ثورة شعبية خرجت ضد هذا النظام منذ ذلك الحين حزب المؤتمر الوطني أصبح شبه معزول من قبل الشارع السوداني ومرفوض رفض تام من قبل الشارع السوداني وإن كان لحزب المؤتمر الوطني أنصار الآن ليس لديهم شيء يقدمونه لأن الشارع السوداني هو الذي رفض حزب المؤتمر الوطني البائت والذي يتحدث الآن بأن حزب المؤتمر الوطني هو السبب الرئيس في تدمير الخدمة المدنية في السودان ويعني من الأحزاب التي سعت إلى التمكين خلال الفترة الماضية لذلك لا جدوى لمثل هذه المحاولات في ظل هذه الحكومة الانتقالية التي جاءت بإرادة الشعب السوداني ما حجم أنصاره سيد أحمد؟ يعني وإن كان لحزب المؤتمر الوطني أنصار الآن هم لا يستطيعون تقديم شيء في ظل هذا الحكومة الانتقالية الموجودة الآن فأنصار حزب المؤتمر الوطني معظم أنصار حزب المؤتمر الوطني من المنتفعين لا يستطيعون ولا يملكون شيء يقدمونه لحزب المؤتمر الوطني خلال الفترة الماضية معظمهم من المنتفعين سيد أحمد عبدالغني الكاتب الصحفي كنت معنا من خرطوم فشكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر